صناعي تخصص الحاسبات أهلا وسهلا بكم في مادة برمجيات الحاسب احنا خدنا جزء كبير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخدنا شوية قواعد النهاردة ان شاء الله هنكمل قواعد الدوران نفتكر بس هو أنا عندي كم قاعدة الدوران؟ كم قاعدة؟ اثنين؟ ثلاثة؟ احنا قلنا عندي فور وعندي هويل وعندي دو هويل احنا خدنا مع بعض قاعدة فور وقلنا فور مزيتها ان كل القاعدة بتاعتها في سطر واحد يعني ايه في سطر واحد؟ يعني فور بابين قصي اول حاجة بتقابلني مين؟ ايوة الانتريزيشن اللي هي بداية العد سيمة كولن او فاصلة منقوطة بنحط بعدها مين؟ ايوة بنحط الكنديشن او الشرط بتاعي انا بعدين سيمة كولن بنحط مين؟ ايوة الانكريمنت او ديكريمنت اللي هو زيادة او النقصات بعدها بنفتح قص مجموعة بتاع فور ونحط جمع الفور كلها لو اكتر من جملة يعني بنفر قص المجموعة لو هي جملة واحدة خلاص لا بنعملش قص مجموعة هو طبيعي وبعد فور بيجي الجملة اللي بتاعتها طب ايه هي؟ عشان ناجي مع بعض ايه هي بعد فور؟ انتريزيشن ايه كونديشن انكريمنت قلنا سطر بتاع فور بابين قصين اول حاجة بداية العد انت تبدأ من واحد لحد مية بلات العد عندنا كام؟ ايوا بلات العد عند هنا واحد تمام؟ هتنتين عند كام؟ عند مية مثلا يبقى ايه تصعدي بحط ايه؟ ايه ما اخد بالي من انساش تصعدي بحط الشرط بتاعي اقل من او بيساوي الشرط بتاع ايه؟ اقل من او بيساوي طب تنازلي ايه؟ ايه ايه اكبر من او بيساوي المضوع ده مهم اخد بالي منه الشرط انا عندهم شرطين لم اكبر من لم اصغر من ام تحط اصغر من وام تحط اكبر من اكبر من لو بعد عدات تنازلي اصغر من لو بعد عدات تصاوض بعدين بعد اسم كلنا تانية الانكريمينت او الديكريمينت لو بزود واحد يبقى زائد زائد ايه هنا ممكن اكتب ايه زائد زائد دي صح ودي صح لو بزود اتنين ايوة يبقى الرمز زائد بيساوي اثنين ولكن ايه مثلا ايه زائد بيساوي اثنين بزود عشرة ايه زائد بيساوي عشر طب لو بناقص لو قلت ناقص ناقص ايه معناها بناقص من الايه دي واحد طب لو قلت ايه ناقص ناقص برضو هي معناها ناقص من الايه واحد طب لو قلت ايه ناقص بتسوي خمس يبقى انت ناقص من العدد بتاعك خمس لو قلت ايه ناقص بتسوي اثنين مع المقص المقصة بتاعك كام اتنين فيبقى فور بتقول لي ايه بين كسين اول حاجة بريات العد اتنين الشرط بتاعي واخبالك الصعودي او التنزلي اكبر من او اصغر من تلاتة بحط الزيادة او ايه او النقصان بعدها جمل ايوة بعدها جمل فور نبدأ نكمل وان احنا كل مرة بنبدأ بالشكل العام لبنامج الجافة عشان ما ننسهوش الشكل العام هم خمس سطور سابتين وبعدين بنقفله من بوغسين مجموعة نساطر اولاني جي اوبشن بين اللي هو بتاع الامبورت نخبرنا اللي هو كائن انا بسدع الكائن بتاع المكتبة بتاعتي هي برقم واحد عندي في الصفحة بتقول لي ايه واحد امبورت جافة اكس اسوينج جي اوبشن بين اللي هو الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة اتنين بابل كراس بي 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 واني هنا بكتب اسم البرنامج اكتبه زي ما انت عايز أنا أفضل كتابته حروف مش أسمي ثلاثة بفتح القوز بتعمين بتاع اسم البرنامج اللي هو اسمه إيه؟ أيوه اللي هو اسمه بي 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 أربعة Public static void main strange artist ده قلنا اسمها إيه؟ أيوه اسمها الدالة الرئيسية في برنامج الجاب خمسة بفتح القوز بتعمين؟ أيوه بتاع الدالة الرئيسية أول خمس سطول دول سابتين في أي برنامج جافة ستة البرنامج ستة جمع للبرنامج بقى طبعا هنا كنا مديني المسال ساعت لكن ستة دي جمع للبرنامج يطلع ساطر يطلع ساطرين يطلع أربعة زي ما يكون أنا كنت مدي هنا مثال إيه؟ جي option بين الكائن بتاعي أنا شو message dialogue ناخد بالنا يا جماعة أنا أعمالي أأكد في المنطقة عشان ده مهم عشان ما نلخبطش في الامتحان شو message dialogue معناها جملة الإخراج برسالة الإخراج هتبقى إيه؟ وبأكد عليها بكلمة تنلل بعد كده هتبقى إيه في الإخراج؟ إحنا كنت بني هنا هلو إيجيبت؟ شو مهن هلو إيجيبت؟ عشان موجود ما بين علامتين تنصيص طب الإدخال شو الإخراج؟ شو message dialogue؟ الإدخال أيوة شو input dialogue؟ مربع الحوار للإدخال هنا مربع الحوار للرسالة الخارج ناخد بالنا من قصة دي أولا سبعة أفلت القوز بتاع رقم خمسة اللي هو بتاع الدالة الرأسية تمانية أفلت القوز بتاع مين؟ أيوة بتاع رقم ثلاثة ده السوابط أو أي برنامج في السطور الموجودة قدام دول ما بتغيروش فيما عادها ستة اللي هي اللي إيه؟ اللي هي البرنامج ناخد مثال على فور زي ما خدنا المرة اللي فاتت فور من واحد إلى إكس وكانت إكس عندنا بتسوي خمسة هنا هناخد برنامج تاني بتاع فور برضو نشوف بيقولي البرنامج بتاعنا اللي إحنا عايزينه ده برنامج بيقولي مستخدما جملة فور المطلوب عمل عدات تنازلي يبدأ في العد من القيمة خمسة حتى القيمة واحد إذن إنه بدي قالي أنا عاوزي عمل عدات تنازلي هبدأ من كم؟ من خمسة أنت عند كم؟ عند واحد حلو أول كلام ده أولا البداية عندي كم؟ حلو كده البداية عندي خمسة أولي إبدأ من خمسة هنتي عند كم؟ عند واحد طيب كم اللي فيه بقى؟ أمل عدات تنازلي يعني ما قاليش بقى هنزل اثنين ولا هنزل تلاتة كلمة عدات تنازلي وسكت معنى أنا بنزل إيه؟ بنزل في كل مرة واحد تنازلي يبقى الشرط بتاعي إيه؟ أكبر من ولا أظهر من يبقى لازم و أنا كده باسمع البرنامج بشوف اسم البرنامج أبقى أحلله حللته إزاي؟ بداية إبداية العدد هو قال لي بدأ من رقم خمسة يبقى أنا هبدأ من رقم كم؟ خمسة صح كده يبقى البداية عندي فور خمسة حلو هو قال لي أنت بتنزل بإيه؟ بتنزل عدات تنازلي يعني كل مرة هنقص بما أنه ما دليش أرقام نقصها يبقى أنا بنقص تنازلي عادي خالص بالتتالي يعني بنقص واحد يبقى هنا هيكتب في الـ أو ديكريمينت أيوا ديكريمينت يعني بنقصان في كل مرة نقص كام؟ واحد فلو قلت إن البداية إيه بتسوي خمسة يبقى في النقصان أكتب إيه؟ أيوا ناقص ناقص إيه؟ فضل لي مين؟ فضل لي الشرط أنا في العددات تنازلي قلت وبأكد في التصادي بكتب أكبر من أو يسوي في التنازلي أيوا أقل من أو يسوي ممكن الشرط أقل من بس ممكن الشرط أقل من أو يسوي حسب المثال اللي هو بالدهوني فأنا هنا هقول قال لي من او يساوي كام ايوة الواحد نبص البرنامج هيتكتب ازاي وبرضو نعرف مع بعض انتفقنا خلاص دول الخامس طول دول سابتين في اي برنامج جاف واحد امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بي اتنين بابل كلاس بي 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 وده اسم البرنامج تلاتة القوز بتاع اسم مين بتاع اسم البرنامج اربعة ايوة وده البرنامج الرئيس البرنامج الجاف خمسة قوز بتاع مين بتاع الدل الرأسية هنا برنامج ده نفتكر مع بعض بقى كده زمان شوية البرنامج ده كتبه اكتبه على ايه جوه الجهاز جوه الكمبيوتر كان بكتب عليه ايوة قلنا احد برنامجين بقى مبين برنامج جاف لهمة الكلبس لهمة النيت بينز النسائل ده سألتوا اكتبه ايه البرنامج اللي هما استخدمه بقول تاني لهمة برنامج الكلبس لهمة برنامج النيت بينز اللي بعمل بي برنامج الايه او بعمل بي برامج الجافة بعد الخمس طور دول بقولهم تاني هما الخمس طور السابتين بتوعنا واحد امبورد جافة اكس السوين جي جي اوبشن بين الكائن بتاع ايوة بتاع مكتبه الشاملة بتاع ايوة بتاع برنامج الجافة اتنين بابلي كلاس بي 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 اسم البرنامج انا مسميه خمس حروف بي انا حر تلاتة فتح القوص بتاع اسم البرنامج اربعة بابليك ستايد فويد مين ستلينج آرجس وده لدالة الرئاسية خمسة اللي هو مين ايوة القوص المجموعة بتاع دالة الرئاسية واحد يقول انت مسمي بي 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 ممكن غير رمز غير رمز زي ما انت عايز احنا هنا اسم برنامج انت حر فيه لكن افضل ماكتبش فيه اسمك بداية برنامج جانا بقى نبص كده كويس اوه عصبت رقم ستة ستة بتقول لي ايه فور قاعدة فورة هي بقى انت ايه يعني الايه عندي متغير انت متغير صحيح يعني متغير بدون علامة عشي انت ايه بتساوي خمسة هنا هبدأ من خمسة فاصلة منقوط سيمي كولوم انا انا بعد تنازلي تنازلي يعني اكبر من ما ننساش تنازلي اكبر من تصعدي اصغر من ايه اكبر من او بتساوي واحد انت في كل مرة بتنزل واحد يبقى ايه ايه يبقى ناقص ناقص ايه ممكن ايه ناقص ناقص ما اختلفناش ايه ناقص ناقص ايه ايه ناقص ناقص ايه معناها ايه معناها ناقص من الايه واحد يبقى هنا انا قلت ان بداية العد بتاعتي خمسة همشي لحد كام اللي هو الشرط بتاعي بقى همشي لحد كام همشي لحد واحد مين قال همشي لحد واحد الشرط الكونديشن قال لي ايه اكبر من او بتساوي واحد طب في كل مرة بتنقص كم في كل مرة بنقص واحد مين اللي قال برضو ايه ناقص ناقص ايه ماشي كده قعدة فور تمت بدايتي خمس هيبدأ يخرج الخمس هيخرجها ازاي عندها جملة الاخراج جملة الاخراج بتقول لي ايه بتقول له جي اوبشن بين الكائن بتاع الاخراج دي يقول لي ايه سطر رقم سبع جي اوبشن بين شو ميسج دايالوج جمة الاخراج النال بتاع الجمل ايه هي ايه خرج العداد تبين تكتب خرج العداده بس لا ده عدد تكتب الخمسة اللي هو بنسبة لك الخرج اللي هو بنسبة لك انا رمزه بالرمز ايه فمكتب ايه وايه 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 وانه معناها ايه معناها زائد ايه يبقى سبعة جملة الاخراج بتاعت الايه او جملة طباية الرقم الموجود في الايه سبعة جي اوبشن بين شو مسيج ديالوج انت اقيم ربع الحواري بتاع الخارج لو انقل بقى جملة الخارج بتاعتك ايه انت اتخرج جملة هتكتب كده خارج العداد طيب ايه خارج العداد هو المتغير ايه فبكتب ايه وايه ومعناه هنا زائد ايه تمانية القوز بتاع رقم ايوه بتاع السطر رقم خمسة لو بتاع الدلال رقصية وتسعى القوز بتاع قفل اسم البرنامج الوسط رقم ثلاثة طب البرنامج ده انا ممكن اغير فيه نمشوف الخارج بتاعنا بعد ان نغير في البرنامج نشوف يتغير ازاي انا قلت بابدل من كام ستة تانية وعش نعرف هنكتب ازاي والخارج بتاعنا يبقى ازاي ستة قلت فور قاعدة فور بتقول لي ايه انت البداية ايه متغير انت متغير صحيح بدء البداية بتاعته كام البداية بتاعته خمسة هتمشي لحد كام همشي لحد واحد هو البرنامج قال لي كده هتنزل تنازلي هنزل ايه بقى اكبر مني تنازلي يبقى اكبر مني اكبر مني اكبر مني يبقى سوا كام ليه اكبر مني يبقى سوا واحد عشان واحد دخل معي عشان اكتب كلمة واحد يعني شراء واحد تطبع معي كل مرة هتنقص كام كل مرة نقص واحد فقلت ناقص ناقص ايه يعني نقص من الايه واحد ايه معنات يعني بنه recomm من خمسة اناقص واحد لحد ما وصل لحد كام لحد واحد يعني مرة خمسة اناقص واحد تبقى اربعة لسه اكبر اناقص واحد تبقى ثلاثة لسه اكبر اناقص اتنين اناقص واحد تبقى اكبر بقت واحد شرط حقق ايوا اساوا واحد لو نقص واحد من واحد بقت صفر شرط ما تحققش خلصت السطرة على كده وخلص عندي رقم قيام رقم واحد سبعة جمطة الاخراج بتاعت مين بتاع اتباعة حرف الايه? او المتغير الايه? او الرقم اللي جوه المتغير الايه? سبعة. جي اوبشن بين الكائن بتاع مين? الكيان ده بتاع ايه? ايه بتاع الاخراج. سوه ميسج ديالوج. الاخراج جمع اللي خرج ايه هي? خرج العدات. وانت هتخرج مين? هتخرج ايه? يبقى وايه? تمانية افلت الكوز بتاع رقم خمسة. نسع افلت الكوز بتاع رقم تلاتة. شوف كده. ايه. او خرج العدات كام? احنا قلنا او قلنا كام? خمسة. هنقص من واق خمسة تبقى كام? اربعة. الله. انا اسم كمل انا اسم كمل. اسم كمل لحد ما انا نكمل لحد واحد. ماشي? او بص مكتوبة او. ادي خرج العدات الاولاني. وبين قلت وا ايه 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 اول مرة خمسة. ماشي. تاني مرة خرج العدات. وا ايه ايه بكام? باربعة. بعد كده خرج العدات. وا ايه ايه بكام? بتلاتة. طب بعد كده خرج العداد. ايه بكام? باتنين. بعد كده خارج العداد. ايه بكام? بواحد. في تاني? لا طبعا ما فيش تاني. ليه ما فيش تاني? لان انت قلت انا بعد من خمسة لحد كام? لحد واحد. فنزلت خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد. كده اسمه عداد تنازلي من خمسة الواحد. والشرط بتاعي كان ايه? قدام تنازلي يبقى اكبر من او بيساوي. ناخد البرنامج كامل احنا فانا كده احنا بجزل البرنامج الاول عشان نفهمه. بيمشي ازاي? بعد ان اكتبه كامل. وفي مكتب البرنامج كامل هنقف في حتة معنا ونغير فيه نشوف الشكل العام. الا هتغير معي. واحد امبورت جافا اكس. اس وين جي جي اوبشن بين. امبورت جافا اكس. دي مين? ايوة دي المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافا. شغلها بنظام الكئنات فقلت جي اوبشن بين. اتنين. public class b b b b. وده قلنا اسم البرنامج وانا مسميه الخمس حروف بتاع بيه دول. تلاتة. بداية الكوز بتاع مين? بتاع اسم البرنامج. اربعة. public static void main. الدلر الرأسية بتاع البرنامج الجافا. السرينج ارجيس. خمسة. الكوز بتاع مين? بتاع الدلر الرأسية. ستة. بداية البرنامج. هنا بداية البرنامج بايه? بقاعدة فور. اوه. حظينا كده. ان بداية البرنامج المرادة كان بقاعدة فور. اما كان فيه اكس. كنت بعرف اكس الاول. بدخلها عن طريق مفاتيح. بدخلها عن طريق شيء ما بتدايبك. انما هنا الارقام عندي واضحة صريحة. ما فيهاش متغيرات. ما فيهاش اكسات. يعني فيهاش رقم مجهول. فبدخلها بدخل جملة فور على طول. فستة فور بتقولي ايه? فور بتقولي انت. انت ايه? انت معرف ايه? انه 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 رقم صحيح. رقم بدون علامة عشرية. اوله كام? اوله خمسة. حير. يبقى اول مرة هيكتب خمسة. هتنقص من الخمسة كام? واحد. هتمشي لحد كام? لحد المقارنة. المقارنة بتقولي ايه? ايه? لأول مرة بخمسة دي? اكبر من او بتسوي كام? واحد. يعني خمسة اكبر من واحد هتكمل وتنقص واحد. بقت اربعة. اربعة اللي من واحد? اكبر من واحد? اه هتكمل وتنقص واحد. بقى الثلاثة. ثلاثة اكبر من واحد? اه هتنقص واحد كمان يبقى ثمين اكبر من واحد? اه اكبر لسه ا Bas' اكبر لسه الشرط رسمتحق هنكمل حد واحد. واحد اكبر من واحد اه واحد. واحد نقص من واحد يبقى صفة لقى طبع. بقى ما تحققش لان واحد اكبر من ايه بقى واحد خلاص الصف بقى اصغر. مينفعش برش حتى كده هو وقف. حلو. خمسة هتطبع. اه الجمل اللي عندك خرج العداد. كلمة تخرج الايه? العداد. طب هيخرج عن طريق ايه? ايوة عن طريق ايه. بخرج العداد وانت هتخرج ايه? بخرج عداد وايه? والنزاق دي معناها وا. تمانية القز بتاع رقم افل القز باع رقم خمسة لو بتعدال لها الرقسية. تسعة ايوة تسعة خرج القز بتاع مين? بتاع رقم تلاتة. طب ده البرنامج من خمسة وانت نازل لحد كام? لحد واحد وكزا. طب لو انا قلت دي. جيت قلت دي. مش خمسة. انا هنزل عداد تنازلي من مية مسلا. لحد كام? لحد خمسة مسلا. تنازلي هو? من مية لحد كام? لحد خمسة. ايه هتغير معايا? انا ما قلتش قلت مية تسعة وتسعين. تبانية وتسعين لحد خمسة. مفيش حاجة. النقصان واحد. النقصان ناقص ناقص. مفيش مشكلة فيه. البداية عندي كام? ايوة صحة كده. البداية عندي هتبقى انت ايه? بتساوي مية. عشان قلت هبدأ من مية. تمام? الشرط عندي. انا قلت امشي لحد كام? لحد خمسة. فتبقى ايه اكبر من او بتساوي? صحة كده. ايه اكبر من او بتساوي خمسة. بعدين ناقص ناقص. مفيش مشكلة عندي كنا في البرنامج. كيه بنامج بقى سهل. عرفته ازاي. طب لو انا هنزل مية. خمسة وتسعين. تسعين. خمسة ثمانين وهكزل حد خمسة. ايه اللي اتغير في هتغير. البداية عندي برضو انت ايه? بتساوي مية. هو قال لي مية. تمام? امشي لحد كام? لحد خمسة ايه? الشرط اللي عندي ده برضو هيتغير. هيبقى ايه? اكبر من او بتساوي خمسة. عشان اقال لي مش لحد خمسة. ناخد بانده بقى من اللي جاي. هنا كان ناقص ناقص ايه? عشان ناقص واحد. هنا انا بقول ايه? من 100 ناقص من ايه 95 ناقص بتسعين ناقص بتعمل مية 25 يعني بنقص كام؟ اي وابنقص خمسة. يبقى هنا بتاعت نايا النقصان بتاعي انا يبقى ايه؟ يبقى ايه ناقص بتساوي خمسة مصبوط كده. عدنا اخدهام سيلا هي وانحنا مش غيرا في نفس المثال. عشان بس ايه? نعرف الفرق بالنقص خمسة الفرق بالنقص اربعة ايه الفرق بالنقص ناقص الفرق بالنزوق ازاق ازاق دفرق بالنزوق اربعة واحد كزا. اني بعارفين احنا ماشيين ازاي. طب نشوف خرج البنمج اللي قدامنا ده. نبص كده. خرج العداد اوله كام? ايوه. خرج عداد اول رقم عندي اللي هو خمسة. هو ايه اللي هو? خمسة ايه. بعدها هنقص واحد تبقى كام? اربعة ايه. بعد كده هنقص واحد تبقى كام? تلاتة صح كده. بعد كده هنقص واحد تبقى كام? ايوه تبقى اثنين. بعدها نقص واحد تبقى كام؟ هتبقى واحد في حالة ثانية؟ لا ما خلاص؟ أنا ماشي من خمسة لحد كام؟ واحد خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد كده بالنمج ده احنا اخدناه كان بالنمج الاولاني اخدناه مرة اللي فاتت حلقة القديمة كان ايه؟ من واحد لحد اكس وحتى احنا قلنا اكس كانت بخمسة فكان عدات تصاعدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا لا هنا كان العكس عدات تنازلي من خمسة لحد واحد فدي خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد بنامثل تاني واضح وصريح قال قاعدة فور بس بعداد تنازلي التميل اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صف لحد عشرة اخد بالك البرنامج بيقول لي ايه؟ اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صف لحد عشرة باستخدام ايه؟ ايه يركز معايا باستخدام الحلقة دو هويل لوب مع اطباعة النتاج على الشاشة ايه ده؟ احنا اخدنا دو هويل احنا اخدنا فوق يبقى انا لازم اعرف مين قبل محل البرنامج بربع عليكم لازم اعرف قاطة دو هويل بتقول لي ايه؟ يبقى برنامج تاني بيقول لي ايه؟ هو عاوز برنامج يقوم بعملية العد من صف لحد عشرة بس انه بادي اداني شرط هو لو قال لي كده في الانتحان اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صف لحد عشرة وسيكت عملت فور شغال عملت هويل شغال عملت هويل انت حر قالك باستخدام كذا؟ لا ابا انت مضطر تستخدم اللي هو قالك عليه في التمرين هنا هو قالك اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صف لحد عشرة باستخدام الحلقة مين؟ ايوة باستخدام الحلقة دو هويل لوب يعني حلقة دوه ويل مع طباعة النتائج على الشاشة نشوف قبل ما نحل البرنامج يجب أن أعرف إيه دوه ويل دي إيه القاعدة الجديدة اللي أنا خدتها دي فوراً أعرفتها كلها بتجي في سطر واحد طب دوه ويل كلها في سطر واحد ولا في سطرين ولا في ثلاثة نبصر ونعرف إيه الفرق بين هويل الفرق بين فور ويدوه ويل خد بالك بقى دو هتنفذ الأرض من بتاعك تنفذ الأمر بتاعك على طول بعدها مين تتتتتتتها الجمل بتاعتك أنت يبقى دوه تكتف قبل الجمل بتاعت البرنامج وتفتح كوز بتاعت دوه جمل برنامج انت عايز تكتبها كل اللي انت عايزه بسوق اخراج او جامع طرح اللي انت عايز تكتبه بعدين قفلت القوس بتاع دو يبقى دو لوحدها فتحت القوس بتاع دو كتبت فيه جمل بتاعة ايوة بتاع برنامج دو قفلت القوس بعدين كلمة مين ايه بعد كده جملة هويل هويل بيجي معناها مين الاكسبريشن او الايه او الكنديشن او مين او الشرط ايه معناها كده يعني يبقى هويل بيجي بعدها مين بعدها الشرط يبقى دو ويل بتقول ايه دو بعد دو بفتح قوسين قوسين بكتب فيه قلبيهم ايه ايوة الجمل بتاع اللوب الجمل بتاعة المصاري المغلق الجمل بتاعة الحلقة بتاعتي الجمل بتاعده بين قصين قفلته قصين بتوعي يعني قمل دو خلصت احط مين احط الشرط بس لازم الشرط يتكتب هنا بعد مين ايوه بتكتب بعد هويل ايه ده يعني دو الاول لوحدة وبعدين جمل دو لوحدة وبعدين هويل وجنبها الشرط الوحدة طيب ما فور ما كنتش بقول كده ايوه فور ما كنتش بقول كده فور كلها في سطر واحد البداية في سطر واحد الشرط في سطر واحد إنكريمنت او الدكريمنت في سطر واحد إنما دووايل ده طبق كل حاجة في سطر مستقبل بزيته بس دائما حتى لو بتكلم عنه هويل لوحدة برضو هويل بيجي بعدها الشرط يبقى دووايل وقي대며 بعدها الشرط هويل لوحدة برضو هويل بيجي بعدها الشرط عشان愚赴ان دوو بتقول يبقى دووايل للقاعدة بتاعتها إيه القاعدة بتقول لي كتب كلمة دو بعدين افتح كسين بتاعت دو هتكتب في قلبيهم جمل بتاعت البرنامج اللي يكتب جوه دو. بعدين هتكتب الشرط. بس الشرط بالكتب فين? ايوه بعد كلمة هويل. ماشي كده? يبقى نبص تاني تبين كان بيقول لي يا بقى. تبين كان بيقول لي اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صفر الى عشرة. باستخدام الحلقة مين? دو هويل. وإحنا عرفنا دو هويل بقى خلاص. عشان كان قلت الناشر احنا لأقول دو هويل عشان نعرف اعمل البرنامج ازاي? لكن مش اقول برنامج من صفر الى عشرة باستخدام دو هويل وانا مخددش دو هويل. فعشان كده مش راح تدو هويل الاول. بعدين نبدأ نحل البرنامج باستخدام دو هويل. وهنحله تاني باستخدام فور. عشان نعرف ايه سهل عندي. بس انا بأكد تاني. ازا طلب مني في الامتحاء اكتب برنامج يكون بعملية العد من صفر الى عشرة وسكت احلها باي طريقة اتعجبني. هو ما هنا محددليش طريقة معينة. انما هنا حدد. قال لي باستخدام الحلقة ايه? ايه دو هويل. ممكن يقول لي باستخدام الحلقة مين? هويل الواحدة. ممكن يقول لي باستخدام الحلقة مين? فور. حسب ما يقول لي. ما قال ليش? افضل اعمل فور. لان فور بتيكون له سطر واحد فاسهل في الكلام. عشان برضو مغلطش. اكتب برنامج يكون بعملية العد من صفر الى عشرة باستخدام الحلقة. دو هويل لوب مع تباعد النتائج على الشاشة. دو المين? ايه دو الخمس سطور السابتين بتوع برنامج الجافا. امبورت جافا اكس. اسوينج جي اوبشن بين. متى اللي احنا حافظناها بق? دو الكائن جي اوبشن بين بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا. اتنين بابلي كلاس كي 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 كي. برضو انا اهو غيرت وكتبت رموز. انا قلته ممكن اكتب اسماء انت حر لكن انا بفضل اكتب رموز. اشكرا كتبت رموز. هتلف كتبات مرسة هو مسميه حسن. انت حر. فانا انا كتبت رموز كي كي كي. تلاتة بفتح القوز بتاع ايوة بتاع كتابة او اسم البرنامج. اربعة بابليك استاتيك فويد مين? الدالة الرئاسية. بتاعت مين? بتاعت برنامج الجافا. خمسة القوز بتاع مين? ايوة بتاعت الدالة الرئاسية. يبقى الصفلة عنية دي بتاعت الخامس سطور بتاعت مين? بتاع برنامج الجافا اللي هم على طول بيتكتبوا في اي برنامج جافا. السطر ستة أيوة كتابة البرنامج بص بقى ستة بتقول لي إيه بص عشان نفرق هنا قوي 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 ما بين فور وبين هوايل ستة بتقول لي إنت كيو بتساوي زيرو المتغير كيو هو متغير صحيح عرفت منين عشان قلت إنت يعني متغير بدون علامة عشرية وده بداية العدة عندي فقلت إن كيو بتساوي زيرو بعدين سبعة دو إحنا قلنا هو في القاعدة بتقول لي إيه دو أولنا دو قبل دو مين بداية العد قبل دو مين بداية العد أنا باخد قاعدة دو بكمل فيه وبعرفه وأنا ماشي مع البرنامج ستة بداية العد لإنت كيو بتساوي زيرو يعني كيو متغير صحيح انتجر وبتساوي زيرو لأبدايته كام زيرو وبعدين كلمة دو قلنا بين قصين بيجي مين هي بيجي جمل دو سواء إخراج سواء جمع سواء طارح سواء ضرب سواء قاعدة شرطية سواء سويتش هي كلها ما بين علامتين قصين المجموعة بتوع دو يبقى دو بفتح القوز بتاع المجموعة بتاع دو باكتفى بين مين أيوة جملة الإخراق جيو أوبشن بين شو ميسج ديالوج نال هتخرج مين هتخرج كيو كيو ليها كام أول مرة اللي هي بصفر طب صفر ديها هي صفر ثاني مرة تبقى كان واحد اتنين من يقول ايوة اخد بال اخد بال كويس قوي من يقول ايوة الإكريمنت أو ديكريمنت هنا هي واضحة هي بعد بعد ما كتبت جيو أوبشن بين بين قصين بكتب الزيادة أو النقصان بتعدو بين قصين بتعدو اهو بكتب الزيادة أو النقصان بتعمين بتعدو هنا كتب ايه زائد زائد كيو يعني زود على كيو واحد اخد بالي كويس قوي يبقى في دو البداية كتابله الزيادة أو النقصان فين في جمل الدو ما قبل قفل كوس المجموعة بتعدو اللي هو ما قبل الكوس ده بحط الزيادة أو النقصة قفلت كوس المجموعة بتعدو احط مين ايوة احط غويل غويل بحط بعدها مين ايوة بحط بعدها الشرط اخد بالنا كويس قوي من هو دو هويل مهمة اوه 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 دي عشان نفق اعرفها حطيت الشرط انا بعد الحد كام بعد الحد عشرة تصعادي ولا تنازلي تصعادي تصعادي ايوة بحط ايه ايوة بحط الشرط بتاعي نا اقل من ايه اقل من او بتساوي عشان ده شرط بتاعي الشرط بيجي مع مين مع هويل بعدين اتناشر اقلت القوز بتاع مين بتاع خامسة وبعدها اقلت القوز بتاع مين بتاع ثلاثة اقلت القوز دو ما تقفل هو حد يتلخبط ده قوز بتاع دو دو لازم تقفل قبل هوي دو لازم تقفل قبل مين قبل هوي تبقى فمينا قاعدة الدو او اقل فمينا قاعدة الدو دو بتقول ليه قاعدتها بتقول ليه بتقول لي قبل كلمة دو بكتب البداية قبل كلمة دو البداية بعدين جمل دو سواء اخراج او ادخال او جمع او محسبيه اللي انا عايزه وفي نفس جمل دو قبل ما اقفل القوز بتاع جمل دو بحط مين ايوة بحط الزيادة او النقصان سواء زائد زائد او نقص نقص بعدين بقى في القوز المجموعة بتاع دو بعدين احط الشرط الشرط ما تحطش كده الشرط قازم تحط قبل كلمة ايوة قبل كلمة هويل هويل بعدها الشرط على طول كيو قال لي من او بتساوي عشر بعدين بقى في القوز القوزين بتوع خمسة والتلاتة نقول ده تاني عشان يفهمه كويس قوي وبعدين هقوله تاني لو انا خدت وفور يبقى السطر ستة البنامج بيقول لي بدأ من كام من صفر طب انا هسم صفر متغير سمته ايه كيو وعرفته انه انتجر فستة بتقول لي ايه انت كيو كيو متغير انتجر يعني صحيح وبيساوي صفر وصفر ده البداية بتاعة العد يبقى بداية العد بتيجي قبل كلمة دو بعدين دو بقى ان بفتح قوزين المجموعة بتوع جمل دو وبين قوزين بكتب اي جمل هنا جملة اخراج بس جي اوبشن بين الكائن بتاع مين اتخلوا الاخراج بتاع الاخراج من يقول الجمل اللي بعدها اللي اسمها ايه شو ميسج ديالوج نال الخارج بتاعك الخارج بتاعينا مين كيو وكيو هنا مش هحط كيو لأ ده حط قيمة كيو فاول مرة صفر طب انا هعمل في كيو الصفر ده هنزل هطلع ولا هنزل يعني صفر سلب واحد ولا صفر وبعد كده واحد او بعد كده اتنين او بعد كده عشرة لأ وقاله لعداد تصوادي من صفر الى عشرة يعني مرة صفر مرة واحد اتنين يبقى كله مرة بزود كم بزود واحد يبقى بعد ماك خلصت جمل الدو باكتب ايه ايوه باكتب الزيادة لها الكريمينت بتاعتي الكريمينت بتاعتي لها زاد زاد ايه كيو يعني زود على كيو واحد كتب صفر كيها تبقى واحد ماشي قفلت دو حدو كيو بصفر حلو وخرج صفر زود عليها واحد طب هكمل لحد كان لحد ما لا نهاية لا طبعا لازم احط الشرط الشرط بتاع تحط فين ايوه سطر رقم 11 ولازم الشرط يتحط بعد كلمة هويل هويل تصادي يبقى أقل من يبقى كيو أقل من او بتساوي عشرة انه أقل من صفر لحد عشرة قفلت قس المجموعة بتاعتي وقفلت قسيمة كلهم بتاع هويل وبعدين ايوه وقس المجموعة بتاع خمسة وقس المجموعة بتاع ثلاثة حلو اوه كده يبقى الفرق بين فور وبين ضوه ويل او بين هويل الفرق بين الثلاثة ايه اللي تلع ضوه ويل هو تلع الهويل تبقى الفرق بين فور وضوه ويل فور بنحط القاعدة كلها في سطر واحد يعني ايه القاعدة كلها في سطر واحد يعني باكتب فور باكتب بين قسين باكتب بداية العد يعني ايه بتساوي صفر او في المثال ده كيو بساوي صفر حلوة بعدها بكتب مين ايه بعدها بكتب الشرط لكونديشن بتاعتنا كونديشن عدات تصاعدي لحد عشرة وانا مسميه كيو يبقى بعدها الشرطة يبقى ايه كيو اقل من او بتساوي عشرة ايب انا قلت البداية كيو بتساوي زيرو بعدين كيو قل من او بتساوي عشرة كل مرة بزود واحد فعملت زائد زائد كيو يبقى دي فور كلها فيين في سطر واحد افضل واحسن ايه ده كلها في سطر واحد بكتب جمهة الخر تفضوه ويل لا ده بلا ما بتقولش كده خبالك عشان نفهم الفرق بين القعدتين فور في سطر واحد دو لا دو قبلها بنكتب البداية قبل دو بكتب كلمة ايه البداية يعني بداية العد انت بداية من كم من صفر يبقى كيو بساوي صفر بدل من عشرين يبقى كيو بساوي عشرين بدل من الف يبقى كيو بساوي الف زي ما انت بتبدأ يبقى قبل دو البداية بعد كده كلمة ايه ايه بكده كلمة دو مباشرة طب بعد كلمة دو مين انكريمينت انكريمينت اللي يزيادة ونقصان لا ما بين قوسين المجموعة بتاع دو بكتب جمل دو سواء جمه اخراج او عملية حسابية او او اللي انا عايز اكتبه بعدها جمل دو بنهاية جمل دو قبل ماء في القوس المجموعة اللي فتحته بتاع دو بنحط الزيادة او النقصان اللي هي زائد زائد كيو ناقص ناقص كيو كيو زائد بتسوي اربعة كيو ناقص بتسوي خمسة كيو زائد بتسوي إذن عايزه بقى خلاص يبقى قبل مقفل قوس المجموعة بتاع دو بنحط الزيادة أو النقصان يبقى دو قبلها البداية بعدين دو أنا ماشي بالترتيب هو البداية بعدين دو بعدين جمل دو وبنهاية جمل دو بنحط الزيادة أو النقصان بعدين بنبقفل القوس بتاع دو أمال فين الشرط بحطه فين الشرط بعد مقفل قوس المجموعة بتاع دو بنحط الشرط بس اخد بالي الشرط المتحط شو بس ما بقولش كيو أقل من أو أكبر من وخلاص لأ لازم الشرط يتحط بعد كلمة مين رفع عليكم ايوا كده بيتوا الشطار معاي اهو لازم الشرط يتحط بعد كلمة هويل يبقى هويل بقى بين قوسين حط الشرط كيو أقل من أو بتساوي عشر زي ما جوز في المثال اللي معاي عشان ده عداد تصعد طب لو هو هو نفس المثال ده بس بدل ما انا هكتب من صفة لحد عشرة هاخده صفر خمسة عشرة خمسة عشر لحد مية اللي يتغير معاي يتغير معاي ان قبل دو البداية كيوب كام انا قلت كيوب صفر يبقى كيوب صفر بعدين دو بعدين الخارج اللي هو ماسيج ده يا لجوه انا هكتب الخارج بتاعي اللي هو كيوب طبعا يكتب اللي كيوب اول مرة بصفر هنا الزيادة بتاعتي انا انا قلت صفر خمسة عشرة خمسة حد مية لا تتبها ازاي هكتب زيادة كيوب ولا اتغيرت طبعا اتغيرت ليه اتغيرت لان انا قلت صفر بعدها خمسة بعدها عشرة بعدها 15 يقل ما ربزاود كم أيوا كل مره بنزاود خمسه يبقى هنا الشرط بتاعها جدا بتاعتها تكون هي كيو زائد بتساوي خمسه كيو زائد بتساوي خمسه يبقى كيو بتساوي صفر في الأول بعدين دو بعدين الخارج شو ما سيجا هلوي كيو بعدين زيادة كيو زائد بتساوي خمسه بقى في القصدو هكتب الشرط بتاعي. بكتبه بعد كلمة ايه? بعد كلمة هويل. نبقى هويل بين قصين ايوه كيو اقل من او بتساوي مية صح كده. لو انا بادئ صفر خمسة عشر خمسة حد مية. طب لقو انا جيت عكست. يعني ايه عكست? يعني هعمل عدات تنازلي باستخدام دو هويل. باستخدام دو هويل. عدات تنازلي. بس مش الفرق واحد. يعني مش الفرق. انا اقول مثلا ميتين بعد كده مية وتساين بعد كده مية وتمانين بعد كده مية وتسابعين لحد عشر. انا عملت ايه? قلت تاني. تاني. العداد بيقول ايه? هتبدأ من ميتين. بعدين مية وتسعين. بعدين مية وتمانين. بعدين مية وتسابعين. وانت نازل. حلو. عشان اعرف افمت. معطيات التمرين. لازم اعرف. انا قلت البداية بتاعت كام? متين. يبقى قبل دو كيو بتساوي متين. ايه بتساوي متين? اي رمزة اعجبك. بعدين دو. بعدين الاخراج بتاع كيو. قبل الاخراج بعمل ايه? الزيادة او النقصان. انا هنا بنزل. متين. مية وتسعين. مية وتمانين. مية بنزل. كل مرة بنزل كام? ناخد بنا. ايه. كل مرة بنزل عشرة. متين? بقت مية وتسعين. بعدين بعد كام? مية وتمانين. بعدين بعد كام? مية وتمانين. وهكذا. كل مرة بنزل كام? عشرة. تكتب ازاي? في النقصان. ايه. كيو ناقص بتساوي عشرة. صح كده. يبقى كيو ناقص بتساوي عشرة. يبقى انا لو بعد. لو بعد من ميتين. مية وتسعين. مية وتمانين. مية وتمانين. مية سعبين لحد عشرة. يبقى قبل دو. بكتب كيو بتساوي متين. بعدين دو. بعدين جملة دو الاخراج. اللي مش ستجاهلون لكيو. بعدين النقصان. النقصان اللي هو كام? ايه. كيو ناقص بتساوي عشر قفلت قصدون فضلي مين الشرط بس امتى بعد كلمة هويل يبقى هويل من قصينا حط الشرط الشرط ايه الشرط ايه ايوة الشرط كيو انا بعد تنازلي يبقى اكبر ولا اصغر صح كده يبقى اكبر كيو اكبر من او بتساوي عشر طب هو هو نفس البرنامج هناخده بفور الفرق هقوله تاني بدو هويل عشان نقف فرق بينه وبينه فور بقى بدو هويل قلت كيو بتساوي امتى في البداية بعدين دو بعدين فتحت القصد بتاع دو كتبت جمة الاخراج شو ماسيش دالج لكيو بعدها على طول قبل ما اقف القصدو كتبت مين ايوه كتبت النقصان كيو ناقص بتساوي عشرة بعدين قفلت قصدو بعدين كتبت مين كتبت الشرط بتاعي انا اللي هو مع بعد كلمة مين بعد كلمة هويل هويل بن قصين بكتب الشرط بتاعي الكونديشن بتاعتي انا اللي هي ايه اللي هي كيو اكبر من او بتساوي عشرة تبديه فدو هويل على كم سطر بداية دو الزيادة والنقصان وبعدين هويل الاربع سطور فور لا الاربع في سطر واحد السطر الواحد فور كيو بتساوي متين بعدها على طول الكونديشن الشرط بتاعي انا اللي هو مين ايوه لو كيو اكبر من او بتساوي عشرة بعدها ايوه الزيادة والنقصان والنقصان هنا كان متين مئة وتسعين مئة وتمين مئة وتمين مئة وتمين اللي هي النقصان هنا عشرة فبعدها على طول بكتب كيو ناقص بتساوي عشرة يبقى جملة دو في الطبيعي بتجي في كم سطر فاربع سطور في فور بتجي كلها في سطر ايه في سطر واحد ناخد التمرين ده هو مرة واحدة بقى عشان بقى نلم التمرين كله بقى التمرين ده كان بيقول لي انا عاوز اعد من صفر لعشرة باستخدام ايوه باستخدام قاعدة الحلقة دو هو نبصي برنامج واحد امبورد جافا اكس سوينج جي اوبشن بين الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا اثنين بابل كلاس كي 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 اسم البرنامج تلاتة قص المجموعة بتاع اسم البرنامج اربع الدلة الرقصية public static void main strange artist خمسة بفتح القوص بتاع الدلة الرقصية بداية ستة بداية الشغل بتاعي انا انا بعمل دو هويل يبقى البداية عندنا بداية العد اهو عن ينسى قدم بعمل دو هويل يبقى البداية عندنا بداية العد يبقى انت كيو بتساوي زيرو وبعرف ان كيو انه انت يعني صحيح يعني متغير صحيح يعني الرقم اللي الكتب في البي بدون علامة عشرية فقلت انت كيو بتساوي زيرو رقمت العد هنا كام صح كده زيرو وعرفت من يل انها جاية قبل كلمة دو قبل كلمة دو بتيجي البداية انا بأكد عشان بعارفين ستة البداية كيو بتساوي زيرو سبعة دو تمانية فتحت القوص بتاع مين بتاع دو صح كده وبتقفل بعد الزيادة والنقصان بأكد تاني وبعد كلمة دو بفتح القوص بتاع دو بتقفل امتى بعد عملية الزيادة او النقصان فتحت قوص ثمانية التسعة بكتب مين جملة الخرج جيوب شنبين الكائن بتاع بدنامج جافة اتخلوها الاخراج اخراج بأعرف مين الجملة اللي بعدها شو ميسيج دايلوج اخراج ايه الخرج اللي عندك النل ايه الخرج اللي عندك اللي هو كيو اللي هو مين كيو ايوة اللي هو الرقم الصفر او واحد او اثنين اللي حط عشر ما ننساش قبل مقفل قص المجموع بتاع دو بحط مين ايوة الزيادة او النقصان زائد زائد او نقص نقص هنا واضحة ايه كل مرة زود كم ايوة كل مرة هزود واحد فقلت زائد زائد كيون يبقى صفر زائد على واحد تبقى واحد زائد على واحد تبقى اثنين واحد كزا بعدين قفل قص قصة ما تقفلش بتاع دو اللي مكتب زيادة او الايه او النقصان فضل يمين انا خدت بداي خدت الزيادة او النقصان فضل الشرط الشرط اهو انا همش لحد كم لحد عشر كيو اقل من او بتساوي عشر لانو عددتها صعودي وانو الصعودي يبقى اخد اقل من تنازوله يبقى اكبر من بس ما نساش او عنانسى ان في قعدة دو هويل ايوة الشرط بتحقت بعد كلمة مين ايوة بعد كلمة هويل يبقى هويل بعد كده حطت بعدها الشرط كيو اقل من او بتساوي عشر بعدين فصلة منقوطة اتناشر بقفل القوس بتاعده لا طبعا هو حد لغبط قوس دو تقفل قوس دو تقفل امتى اتقفل بعد الزيادة والنقصان اهو فتحت قوس دو تقفل بعد مين الزيادة والنقصان لازم كده لكن دول قوسين مين قوس ده بتاع رقم خمسة والقوس ده بتاع رقم ثلاثة ماشي كده يا شباب يبقى ده برنامج باستخدام دو هويل لعدات تصاودي من صفر الى كام من صفر الى عشر برافو عليكم هناخد حاجة دي ده النهاردة بعد ما اخدنا فور واخدنا دو هويل واخدنا هويل معانا حاجة اسمها البرمجة الشيئية ايه هي البرمجة الشيئية دي برمجة الشيئية بتقول لي ايه انا ممكن اعمل شوية برامج في جهاز مكان وبالظهر واحد اشغل البرنامج اللي انا عايزه اعمل ايه اعمل كذا برنامج في كذا مكان وبالظهر واحد اشغل البرنامج اللي انا عايزه يعني عندي في مواطق مختلفة كل واحد في منطقة كل واحد عمل نفس البرنامج بس الطريقة هو بارقامه هو طبعا زياد اغطي عليها نسع الظهر عندنا البرنامج بتاعي انا اشتعر نسع الظهر التاني التاني هو الاشتعر واه كذا يبقى البرمج الشيديد بيتم فيها الضغط على زر معين أنا بتكلمه هو لتنفيذ الأوامر المطلوبة عند وقوع الحدث يعني ايه يعني أنا عاوز ندوس على برنامج معين أمره معين باستخدام مفتاح أو باستخدام زر زي ما احنا كنت بيه هو باستخدام مفتاح والحدث سيعمل على تشغيل أوامر البرنامج المطلوب ويقسم البرنامج إلى كائنات اليمين ليه الأوبجيكت يبقى برنامج الشيديد برمج الشيديد تاني بيتم فيها على زر معين على مفتاح معين لتنفيذ الأوامر المطلوبة بشغل برنامج بمفتاح صغير عند وقوع الحدث والحدث يعمل على مين ايوة بيعمل على تشغيل أوامر البرنامج المطلوب اهو أنا قلت اهو بحط مفتاح في كل واحد عامل برنامج أنا عندي مفتاح للبرنامج ده وده عندي مفتاح للبرنامج ده أنا وأنا وقعت مكاني أعطي شغل مين برنامج اللي عنده محمد شغل برنامج عنده محمد واحد تاني بيشغل برنامج اللي عنده مون بيشغل برنامج اللي عنده مون واحد تاني بيشغل برنامج اللي عنده حاته ما شغل برنامج اللي عنده حاته واحد ده مشغل برنامج اللي عنده علي انت حور يبقى لعند برامج متعددة أعطي شغلهم بايه بمفتاح صغير إيه دا معنى كلمة البرمجة الشيئية ننضى برمج الكلام دا برمجة عن طريق مين أيوة عن طريق الكائنات أو الأوبجيكت البرمجة عن طريق مين أو بص يقصر برنامج إلى إيه إلى كائنات أو أوبجيكت تمام تبليغة البرمجة الشيئية يعني ليست خدمتها استخدمتها ليه رقم واحد ليه القدرة على معرفة مكان الأخطاء في البرنامج بسهولة لأنني ما قسمتها لكائنات كل كائن لصفات معينة لصفات معينة بدأت تعرف إن الخطأ دا فأنه كائن فأن الصفات أنه كائن كائن A كان B كان C كان D طب الخطأ دا طبعا من صفات كائن A يبقى أنا عرفت إنه كائن A دا هو التوالي عنده خطأ الخطأ دا كيف B يبقى هكذا مش كده أقول أسباب إيه لخطة البرمجة الشيئية رقم واحد إيه القدرة على معرفة مكان الأخطاء في البرنامج بسهولة اتنين القدرة على تطوير البرنامج بسهولة مع الوقت أنا عرفت البرنامج دا في خطأ أبدأ أصلحه سهل جدا أصلحه طب برنامج دا أنا عملته النهار دا عاوه أستطور في جزء سهل جدا أتطور في جزء برقم اتنين إيه القدرة على تطوير البرنامج بسهولة مع الوقت ثلاثة القدرة على إعادة استخدام الكسير من أجزاء البرنامج للتطوير مثالي هي واحد واثنين بتعرف تلاتة واحد واثنين أنا بعرف الأخطاء اتنين ممكن أصل للأخطاء فطورت البرنامج ممكن أحط برنامج أحط عليه جزء تاني فالبرنامج بقى أكبر شوي اسمه طورت البرنامج ثلاثة بتقول لي إيه وأبدأ أعمل إيه القدرة على استخدام الكسير من أجزاء البرنامج للتطوير يعني الجزء ده أنا طورت عليه ممكن الجزء ده أطور عليه في حتة تاني يبقى أطورت كمان مرة جزء ده أطوره كمان في حتة يبقى أطورته الجزء للتطور ده أطوره تاني وهكذا يبقى من ضمن أسباب بتاعت ليه استخدام البرنامج الشرقية القدرة على إعادة استخدام الكسير من أجزاء البرنامج لإيه للتطوير أربعة عدم الحاجة لإعادة كتابة الأكواد عند كل إصدار جديد دي البرنامج مش كل ما يجيلي برنامج جديد فيرجن ستة فيرجن سبعة فيرجن تمانية وكذا أحط أكواد لا خلاص في البرمجة الشقيعة أنا جمعتهم أنا قلت من شوية إيه أنا عملتها في صورة كائنات كل كائن لصفات محددة فأعرف أن الصفات دي طبع كائن إيه الصفات دي طبع كائن بيه الصفات دي طبع كائن خلاص فماجي أخش على فيرجن جديد فيرجن تاني فيرجن سبتة سبعة تمانية أي فيرجن جديد خلاص ما هو كل فيرجن جوها كائنات في كل كائن لصفاته فأنا عارف في الفرجن دي الصفات دي دخلة مع أي كائن أنا اتكلمت عليه قبل كده هتدخلة مع الكائن بيه هرصت فضت ناسب كائن إيه هرصت فضت ناسب كائن سي فسهل قوي أن أنا أعمل إيه هستخدم البرنامج بتاعي فأي فيرجن جاي فبالتالي ما عدش أطور في الأكواد او اكتب اكواد من جديد خمسة سهولة تحويل الاكواد ايوة البرمجية للغات اخرى يعني انت كنت اكتب جافة انا عندي لغات كتير ما احنا اخدنا في سنة تانية سي بلس بلس واخدنا قبل كده البيز واخدنا الوجه والبيز واخدنا السي من غير سي بلس فممكن اغير فين بالاكواد بتاعتي دي اعمل ايه احاول للغة اخرى ستة القدرة على توزيع العمل في برنامج واحد ضخم على اقصر من مبرمج زي ما اتفقنا من شوية او بحاجة انا اتفق انا ممكن اعمل برنامج في كل جزء وفي كل جزء ده عم طريق مفتاح معين اشغل برنامج ده معناها كده ايه ان انا عندي برنامج كبير عندي اخوه عندي واحد تاني اخوه عندي واحد تالت كده برنامج ده هو هو برنامج كبير ضخم يعني بدل 12 خطوة 13 خطوة عملت برنامج في 20 خطوة برنامج بيعمل رسومات مثلا يعني فده برنامج كبير فانا عندي برنامج هو نفس برنامج كبير فانا عندي نفس برنامج ده برسم برنامج ده برسم وهكذا فانا عملت برامج ايه كبيرة اعادر جمعها وعادر بمفتاح زغير اشغل ده او ده او ده عش كده بتقول ايه القدرة على توازيع العمل في برنامج واحد ضخم على اقصر من مين من مبرمج اقصر من مين من مكان ليه كان البداية عن برمجة الاشيئية يبقى احنا النهاردة خدنا اين خدنا الاول قاعدة فور وكم منها ببرنامج زغير اللي هو عدد تنازلي من خمسة الى واحد بعدين بعد فور خدنا قاعدة مين ايوة قاعدة تانية حلقة تانية من قواعد اللوب من قواعد الحلقات اليمين اللي هي دو هويل وقلنا الفرق من فور ودو هويل ان فور البداية والشرط والزيادة والنقصان في سطر واحد دو البداية في الاول بعدين دو بعدين في اقواص المجموعة بتاعة دو بنحط الزيادة والنقصان بعد دو بنحط الشرط بعد كلمة ايه ايوة لازم اخد بالي بعد كلمة هويل ده كان فين كان في دو هويل هويل بيجي برضو بقى قبلها البداية وبعدين الزيادة والنقصان بعدين هويل بعدها الشرط في كل الاحوال سواء دو هويل او هويل لوحدها دائما هويل بيجي بعدها مين ايوة بيجي بعدها الشرط وخدنا مثال عليها على دوه ويل ان انا بعد من صفر لحد مية وقلت ان دوه قبلها البداية كيو بالصفر بعد قلت دوه قلت في جمل دوه قبل ما اقفل قس المجموعة بتاع دوه بحط مين ايوه حطنا الزيادة لزائد زائد كيو اللي هو زود واحد يعني وبعدين حط شرط فين يحط شرط مع بعض كلمة هويل بعدين خدنا البداية يعني ايه برمجة شرائية وان برمجة شرائية بستخدم مين كائنات كل كيه لنصفات محددة عشان اقدر بالصفات دي اعمل كائن واثنين 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 أنا أخذ برنامجة عالمين على البرمجة الشئي أتمنى أن تكون تستفادنا النهاردة من درس النهاردة وشكرا لكم يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته